اهلا بكم عزائي المشاهدين وحلقة جديدة من قوانين الملكوت النهاردة عندي واحد من المزامير المحفوظة لاغلب المؤمنين مزمور 51 واحد من مزامير التوبة الجميلة لما ربنا رد قلب داود النبي لما بعث له نسان النبي وكلمه عن السقطة وعن الخطية فبدأ يقول للرب ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب قصرة رأفتك امحوا معاصية اغسلني كثيرا من اسمي من خطياتي طهرني في عدد عشرة النهاردة دا واحد من القوانين اللي هي قال له قلبا نقيا اخلق فيي يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي قلبا نقيا اخلق مش يعمل ربنا موضوع ترميم لكن ربنا بيعمل اعادة خلق وبعدين يقول له كده وروحا مستقيما جدد انا كان عندي سؤال وانا صغير زمان هو داود لما صلى الصلوة دي كان مؤمن ولا كان خطي كان مؤمن طب هو المؤمن محتاج تجديد طبعا مرات كتير محتاجين نقعد في اوقات من راجح حساباتنا مع ربنا ونشوف احنا محتاجين ايه احنا محتاجين توبة دائمة توبة عن كل سقطة وكل واقعة التوبة الحقيقة يعني توبة يعني توبة في محضة ربنا احنا مرات كتير بنفهم التوبة غلط بس ربنا عايز النهاردة يعيد لينا مفهوم جديد في قوانين الله عن التوبة مرات واحد يقول لك انا عارف ان انا بعمل خطيئة وهرجع عملها وبعدين اتوب وارجع عملها دا ما اسموش توبة دا اسموه استعباط روحي التوبة الحقيقة معناها وقفة وندم وتغيير مصار التوبة الحقيقة انا باندم على اللي عملته انا باندم على حاجات عملتها وهرجع وغير مصاري واقول للرب انا مش راجع للطريق دا بدموع عشان كده مزمور التوبة دا خطير قلبا نقيا اخلق فيها الله والرب النهاردة عايز يخلق قلب نقي قلب جديد قلب مليان بحضوره لو انا بمر في وقت ضعف او عندي سقطة معينة او عندي خطيئة زي ما قال كده في مزمور 66 الرعايته اسما في قلبي يعني رعايت يعني كبرت وحوطت عليه لا يستمع الرب لي مش لا يستجب لا يستمع الرب لي عشان كده ربنا النهاردة عايز يخلق عايز يخلق خلق جديد ربنا عايز يقومني لو انا واقع او ساقط ربنا عايز يعمل اعادة تجديد النهاردة وطبعا اول ما القلب النقي دا ييجي بيتملي بحضور بحضور ربنا في التطوبات في الموعزة على الجبل في متة خمسة ربا الف عدد ثمانية طوبة لانقياء القلب لانهم يعاينون الله القلب النقي يرجع يشوف ربنا من جديد ويرجع يتحرك في حضوره من جديد ولما ادخل للقداسة ولحضور ربنا هقدر اشوفه في حياتي واشوفه في بيتي واشوف كل امور بتحرك فيها لكن كمان بتمتع بشاركة دائمة مع الرب يقول في مزمور 24 من يصعد الى جبل الرب من يقوم في موضع قدسي قال الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه الى الباطل ولا حلفة كذبا يحمل بركة من عند الرب وبرا من اله خلاصه برا من اله خلاصه عشان كده انا بناد النهاردة على كل حد واقولك انت محتاج تشوفه محتاج يبقى ليك وليك شاركة عميقة ربنا عايز يعمل اعادة خلق ربنا عايز يلمس القلب القلب اللي نام القلب اللي فتر وبيقى فيه فتور القلب اللي بعدش بيشعر القلب اللي معادش بيشعر بحضور ربنا الرب النهاردة عايز يجدده من جديد عايز يرجع ويلمسه ويجدد اعمقنا من جديد فنرجع نشوف حضوره في حياتنا لكن كمان القلب النقدة والادين الطهرة تقدر تشوف قوة جديدة زي ما قال ايوب 17 وعدد 9 عالطهر اليدين يزداد قوة شخص اللي عنده قداسة وطهرة دايما مؤمن قوي واحد قال من رجال الله انه دانيال لما ترمى في جب الأسود رغم انه هو لم يستطيع ان يقضي ليلة بلا صلاة على ان يقضي ليلة في جب الأسود كان في الحقيقة مليان بالقوة مليان وهو حتى في اصعب الاوقات بالقوة يشوف حضور الرب وانقاذ الرب لكن كمان تشوف المكافأة في الزمان الحاضر وهو بيتكلم من عند الرب كده يقول انه بيت الأشرار يخرب وخيمة المستقمين تزهر وكاينه عايز يقول دول عندهم بيت ودول عندهم خيمة بس دول أولادهم وحياتهم في البركة وفي الارتفاع الرب النهاردة عايز يدور على ناس مننا عندهم نقاء قلب كم حد يقول الرب اخسلني وطهارني وقدسني واخلق فيي قلب نقي يتميل بحضورك ويعين مجدك من جديد يا رب انا محتاج الايام اللي جاية يكون عندي توبة وتوبة دائمة داود رب يقول عنه انه كان رجل حسب قلبي يصنع كل ما شئتي برغم السقطة الكبيرة اللي داود وقع فيها الا انه كان قريب من التوبة قال اعاوم سريري بدموعي كل ليلة احنا مرات كتير احباقي بيبقى في حياتنا اخطاء وامور صعبة بس ربنا النهاردة عايز لكل حد فينا توبة جديدة وقلب جديد ربنا عنده مصنع نعمة يقول كده في بيت الفخاري وانفسد الوعاء يعود ويصنعه وعاء اخر كما يحسن في عيني الفخاري ان يصنعه يجي رب يشكل حياتنا من جديد وقلبنا تتميلي بحضوره من جديد دا اللي على قلب ربنا انه يعمله معانا وانه يوجده فينا يلا كم حد فينا النهاردة نفسه يتوب عن امور ضعفته لسنين وخدته من الرب اوقات طويلة دا اللي ربنا عايزنا نعيشه الايام اللي جاية في الحقيقة اديه بشوف في حياة رجال الله اللي عاشوا بقداسة ازاي ربنا باركهم واستخدمهم وحطي ايده عليهم بقوة كانت قلوبهم جاهزة اواني تحمل حضوره بقوة يقول كده نظير القدوسة الذي دعاكم كونوا انتم قدسين في كل سيرة رب عايز يقدس حياتنا نظير القدوسة الذي دعانا نكون قدسين لانه مكتوب كونوا قدسين لاني انا اله قدوس حبائي احنا مدعوين للقداسة ومدعوين لنقاء القلب ومدعوين للتوبة الحائية فمحضر الله دائما لو بتمر في وقت صعب لو في خطية تعالى النهاردة للرب وقول للرب انا مستنيك النهاردة انك تيجي وتخلق فيه قلب جديد قلب يعرف سكة التوبة وقلب يعرف سكة حضورك وقلب يمسك فيك النهاردة عشان يعيش الوقت اللي باقي ليك في اسم المسيح والرب معاكم لحلقة جديدة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة